أهلا بحضراتكم من جديد بالتأكيد في تمرين دلوقتي بالنسبة للفريق النادي الأهل دل الفترة للثانية من التمرين يوم النهاردة برنامج يوم كامل تدريب صباحي وتدريب مسائي وابداية قواية بقى المرحلة الإعداد الفترة اللي جاء كلها تدريبات بدنية مفيش تدريبات بالقرة في التوقيت الحالي لذلك أزهم مباشرة إلى مقر النادي الأهل بالجزيرة مع الزميل العزيز كريم أحمد عشان نعرف منه آخر أخبار الفريق خلال الفترة القادمة مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك طبعا زميل العزيز محمد سعيد دحياتي لك في البداية وكل التحية أيضا كمان لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهل آخر الأخبار لديك وإيه الجديد عندك في ملعب التتش بالجزيرة يعني انت عارف محمد طبعا نقدر نقول اليوم الثالث في المرحلة الأولى طبعا من الاستعدادات للموسم اللي بنتمنى إن شاء الله كل التوفيل للنادي الأهل في هذا الموسم احنا بنقول مرحلة أولى لان انت عارف محمد خلاص نادي الأهل بدأ هذه المرحلة وتكون في مرحلة تانية كمان فيها المعسكر اللي تم تأجيله لكن عايزة أطمنك بشكل عام على حالة اللعبين ويمكن الكل حابب هذه المرحلة رغم قصوتها ورغم تدريبات صباحية وتدريبات مسائية لكن لعيبة النادي الأهل بتبزل كل قوة الحقيقة فيها التدريبات ده يدل مدلول كبير جدا لكل عايز يجاز لكل عايز يخش على طول في مرحلة التدريبات القوية لان خلاص كل واحد عايز فرصة انت بتدعم بشكل كبير جدا المجلس الإدارة شغال في التدعمات بشكل مماس جدا فخلاص دلوقتي كل واحد عايز يثبت حضور اللي راجع من الإصابة بيحاول ان هو يرجع 101% مش 100 بس كمان فكل الأمور دي الحمد لله منطمئنة بشكل كبير جدا لفريق النادي الأهل نقطة في البداية اتكلم معاك فيها محمد وهو استكمال الفحوصات الطبية والبرنامج المميز جدا وهأكد على هذا الأمر النادي الأهلي عمل الفحوصات وبيعمل الفحوصات الطبية دي كل موسم لكن مش بهذا الشكل يمكن فيه تصريحات تلعت أن النادي الأهلي أول مرة يخود هذه الفحوصات الطبية أنا أبأكد لك الأمر ده يمكن ما حصلش أبدا النادي الأهلي على طول في كل موسم لكن مع تلاحم المواسم الكبير جدا ما بيبقاش بالقدر الكبير يا محمد أو تقدر تقول ما بتعملش بشكل كامل لأن انت عارف ضغط المواسم بشكل كبير خلال الأيام الماضية. هو ده اللي يمكن بيحجم شوية الجهاز الطبي في الفحوصات بشكل كامل. لكن مع الوقت ومع يعني نقدر أقول إن فيه مساحة كبيرة جدا من الوقت. النادي القالي بيشتغل بكل البرنامج الخاص بيه الفحوصات الطبية. النهاردة يمكن كمان كان فيه جزء صباحي في التدريب الصباحي اللي كان على ملعب مختار التشفية التساعة صباحا بكرة كمان هيكون في استكمال ليه الفحوصات الطبية. الجهاز الفني بالكامل والجهاز الطبي بيحاول إن هو قبل ما يخش بقى في مرحلة فترة الإعداد بالكامل. تدام من يوم الأحد يكون فيه وقوف على القياسات العضلات. العضلة بتاخد أكسجين قد إيه. كل اللعيب هيكون ليه برنامج تقيل معينة. يكون ليه بعض طبعا الأحمال والأوزان في الجيم. فده أمر مهم جدا. ودي خطوة كبيرة ومهمة جدا إن شاء الله تساعدنا خلال الموسم الشاق جدا. اللي واضح بشكل كبير جدا هو يكون موسم طوي وموسم صعب على النادي الأهلي كالعادة. لكن إن شاء الله بإذن الله ثقاتنا كبيرة في مستال مارس الكولر. الموديل فني الجهاز وكل اللعيبة اللي عندها شغف كبير جدا إن شاء الله بإذن الله إن هي ترجع من جديد على منصة التتويق عدد فريق النادي الأهلي. من لحظات بسيطة جدا كان محمد مجد أفشة بيجري حول الملعب وطمينك على أفشة خلاص في خلال خمس أو ستة أيام بالتأكيد إن شاء الله يكون متواجد مع فريق النادي الأهلي. معاه أيضا كمان محمد شريف اللي عدنا مرحلة كبيرة جدا. ومن الواضح إنه بكرة يمكن ياخد جزء بسيط لكن مش كرة. الكل طبعا بيشارك في بعض التدريبات البدنية لكن موضوع الكرة ده يمكن بيتأجل شوية بالنسبة طبعا لكل اللاعبين اللي راجعين من الإصابة. للي اتمنان عليهم واللي استفاد بهم محمد بشكل كبير لأن احنا مش عايزين نفقد أي لعيب خلال هذه المرحلة وتحديدا مرحلة الإعداد. الأمور مطمئنة الحمد لله لصفقات الحقيقة يمكن ظهر النهاردة في أولى الظهور في ملعب مختار التيتش مع النادي الأهلي برونو سيلس إسافي وطبعا اللاعب البرازيلي اللي بنتمنى يكون إضافة كبيرة جدا مع شادي حسين مع توالي الصفقات. يعني مجلس الإدارة يمكن كل يوم بيفجئنا طبعا كالعادة بصفقة مميزة جدا في انتظار كمان إن شاء الله باقي الصفقات. الأمور الحمد لله محمد طيبة لكن حتى دي اللحظة ممكن تشايف يعني العابة النادي الأهلي لسه ما نزلتش فيه الأرض طبعا مختار التيتش لكل النهاردة يمكن داخل فيه محاضرة مع مارسل كولر اللي مركز بشكل كبير جدا على الجوانب النظرية مع الجزء البدني. كل طبعا أمور الخاصة بيهو الكرة متأجلة شوية. لكن الحمد لله محمد فيه تفاقل. والحمد لله يمكن الواحد شايف إن فيه سعادة كبيرة وردها مع العابة النادي الأهلي مع الجهاز الفني بالكامل. اللي بتناله كل التوفيق محمد إن شاء الله هذا الموسم. محل الأداء ياسيني الميكاري تونسي. وعندنا علي معلول تونسي. الكواليس بقى اللي الناس مش شايفاها قدامها يا كريم قلنا الأجواء كده. وياسيني الميكاري بيتحدث اللغة العربية فيه تعامل بينه بين كل اللعيبة. وتعامله مع علي معلول كمال. لأنه ياسيني الميكاري فيه ميزة. لعب في المسابقات الإفريقية. فتحليل الأداء بالنسباله مع فرية الأهلي. هيساعد مرسل بشكل كبير جداً كمان خلال الفتر اللي جاي. نقطة إجابية ومهمة جداً يا محمد الحقيقة يعني زي ما اشدنا بالجهاز الفني بالكامل لا يمكن ياسيني الميكاري طبعاً واحد من المميزين جداً فيه لتحليق لقطه اكتر من رائع الحقيقة بعالي معلول وانت عارف طبعاً ده بيسهل بشكل كبير جداً لأن المعلومات هيستفادها من عليها ياخد معلومات كبيرة جداً من علي معلول مع طبعاً تحليل الراجل دايس في افريقيا بشكل كبير جداً بلغة الكرة زي بنتكلم هيسهل بشكل كبير على عكس ما يكون في محلل اداء متواجد ما شاركش في افريقيا ما حللش مبارات افريقية مش عارف الاجواء الافريقية عاملت زي لكن كمان هو يكون تونسي وايضاً كمان عارف الاجواء الافريقية عارف حالة اللاعبين التونس الجزائر كل الامور دي هيساعد بشكل كبير جداً هو ايضاً كمان الحقيقة يمكن من اسئلتنا كده طبعاً هو مميز جداً عنده بصمة ورؤيته مميزة جداً ويمكن مارسل كولر بيعتمد عليه بشكل كبير جداً في تحليل المباريات تحديداً لكن احنا طبعاً منتظرين محمد المباريات تحديداً الودية انت عارف خلاص يمكن نادي الاهلي اعلن لثلاث مباريات ودية يوم واحد وعشرين وخمسة وعشرين وتسعة وعشرين منتظرين نشوف على ارض الواقع مستشف تحليل المباريات ايضاً كمان مارسل كولر على بالما العيبة طبعاً ترجع كلها طبعاً كل اللعيبة المصابة ازاي الراجل هيبدأ يقيم ازاي الراجل هيبدأ يوزع كل المجهود على المباريات في طبعاً مجموعة تشارك في المباريات الأولى مباريات تانية المباريات تالتة احنا منتظرين نشوف على الارض الواقع التدريبات كلها حتى هذه اللحظة ما بتتخلى لها شكرة الا بسيط بشكل بسيط جداً على قد ما بيكون فيه تأسيمة في نهاية الميران لكن هي تأسيمة للمدير الفني الراجل عايز يشوف كل اللعيبة على الارض الواقع يشوف في تلت ملعب الدغوطات تتعاملت ازاي الراجل كمان يمكن اكد على تشيرتات النادي الأهلي راجل عايز كل لعيبة النادي الأهلي برقمه كل اللعيب يكون برقمه لانه يمكن عنده صعوبة شوية طبعاً في الاسماء فعايز خلاص يكون رقم اللعيب هو عارف تقييمه ايه ملفه ايه فايله ايه فيه شغل كبير جداً وشغل جديد اول مرة نشوفه طبعاً بالنسبة الحاجات الصغيرة دي والحاجات الصغيرة دي محمد بتدول الراجل حابب النادي الأهلي عايز يعمل حاجة مع النادي الأهلي ودي امور يعني بالديانة تفاول بشكل كبير جداً الكل بيكتهد الكل عارف قيمة النادي الأهلي خبرات كولر منتظرين ان شاء الله كارزميته طبعاً ويمكن علاقته الطيبة اللي اكتسبها مع العيبة النادي الأهلي في خلال الايام البسيطة جداً الكل ما تيجي تسأله على كل يقول لك مدرب مميز واضح ان هو يمكن عنده الكارزم ان هو يوصل للعيبة النادي الأهلي سريعاً فده اللي بنعمله ان شاء الله محتاجين الكل يكون متواجد والكل يكون سند كالعادة طبعاً مع الجهاز الفني دعم كبير جداً للفترة اللي جاية الجهاز الفني دعم بشكل كبير لعبتنا الصفقات الكل لابد يتكاتف محمد في هذه المرحلة المهمة جداً لان خلاص احنا نبدأ المرحلة ببطولة افريقية بانطلاقة افريقية بمحتاجة مجود كبير جداً لعبة النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله يكون المرحلة هيدي مرحلة من نصيب النادي الاهلي زميل العزيزة كريم احمد ده موفد قناة الاهلي ولو موجود في ملعب التتش بالجزيرة لمتابع تدريبات الفريق شكراً جزيلاً لك كلام مهم جداً وتوضحات مهمة جداً الهاز منا كريم احمد فاصل ثم نواصل بعد الفاصل